مشاهدين الكرام في مصر وفي كل مكان أسعد الله أوقاتكم بكل خير يسعدني أنا رائد حاكم أن أكون معكم في هذه التغطية الإخبارية من مباشر 24 فأهلا بكم نصح أحد أعضاء مجلس الشيوخ عن ولاية لويزيانا المواطنين بإغلاق أبوابهم بعد إحاطة سرية للمشرعين بمجلس الشيوخ حول الأجسام المجهولة التي تم إسقاطها خلال عطلة نهاية الأسبوع وتم إسقاط أربعة أجسام فوق المجال الجوي لأمريكا الشمالية منذ الرابع من فبراير وحدد البنتاج الأول على أنه بلون مراقبة صيني لكن وزارة الدفاع الأمريكية لم تؤكد طبيعة الأجسام الثلاثة المتبقية وقال البيت الأبيض إن مسؤول المخابرات يفكرون في تفسير رئيسي بأن هذه يمكن أن تكون مرتبطة بكيانات تجارية أو بحثية وتلقى أعضاء مجلس الشيوخ إحاطة سرية الثلاثاء تم تسليمها من قبل مسؤولين من وزارة الدفاع والقيادة الشمالية للولايات المتحدة بالإضافة إلى مكتب مدير المخابرات الوطنية وفي حديثه لوسائل الإعلام عقب الإحاطة قال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية لويزيانا جون كينيدي إن المسؤولين لم يتمكنوا حتى الآن من تحديد بقايا الأجسام الثلاثة مجهولة الهوية باستثناء بلون التجسس وقال للصحفيين من الواضح لي أن هذه ليست ظاهرة حديثة قائلا هذا ما زال مستمرا منذ عام 2017 على الأقل ودعا إلى مزيد من الشفافية وقال إذا كنت مرتبكا فأنت تفهم الوضع تماما كينيدي أضاف في ختام تصريحته لوسائل الإعلام المتجمعة أغلقوا أبوابكم الليلة هذا وقبل عشرة أيام كان عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري قد كتب على تويتر يوم الثلاثاء قبل الإحاطة لقد قادنا هذا إلى الاعتقاد بأن سماءنا صافية لكن لدينا الآن أشياء مجهولة وبالونات التجسس الصينية تمطر علينا مثل قصصات الورق الملون وفي العاشر من فبراير قالت وزارة الدفاع إن طائرة عسكرية أمريكية من تراز F-22 أسقطت جسما على ارتفاع عال مجهول الهوية كان يحلق على ارتفاع 40 ألف قدم فوق شمال ألسكا وقالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتجون إن الرئيس جون كينيدي أمر بإسقاط الجسم حيث يشكل هذا الشيء خطرا على هروب المدنيين وأضف البنتجون أن الجسم سقط في الجليد البحري وأن عمليات الاسترداد جاريه وفي الحدي عشر من فبراير قامت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية نوراد بإسقاط جسم مجهول محمول جوا يحلق فوق كندا وأكد البنتجون أنه في اليوم التالي أطلقت طائرة عسكرية من تراز F-16 مقذوفا لإسقاط جسم محمول جوا بنجاح على ارتفاع عشرين ألف قدم فوق بحيرة هورون بولاية ميتشجين وقالت وزارة الدفاع لم نقم بتقييمه على أنه تهديد عسكري حركي لأي شيء على الأرض لكننا رأينا أنه يمثل خطرا على سلامة الطيران وتهديدا بسبب قدرات المراقبة المحتملة والهدف الذي تم إطلاقه يوم الأحد هو رابع جسم طائر مجهول استهدفته مقذوفات أمريكية خلال ما يزيد قليلا عن أسبوع وتم تحديد الجسم الأول الذي تم التقاطه فوق ثاويس كارولنا في الرابع من فبراير من قبل وزارة الدفاع على أنه بالون مراقبة صيني وفي مؤتمر صحفي استبعدت كارين جانبيير السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض التلميحات بتورط أجنبي في الأجسام الثلاثة المجهولة التي تم إسقاطها في أيام متتالية وقالت أنه لا يوجد مؤشر على وجود كائنات فضائية أو نشاط خارج الأرض مضيفة أنها تريد التأكد من أن الشعب الأمريكي يعرف ذلك مشاهدين الكرام إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه التغطية الإخبارية المباشرة والحية عبر قناتكم مباشر 24 نشكر لحضراتكم طيب المتابع على أمل اللقاء بكم في خدمات إخبارية لاحقة كنت معكم رائد حاكم دمتم في حفظ الله وأمنه وإلى اللقاء